محمد بشير يسأل عن لفظ قرية ومدينة في القرآن الكريم في قوله تعالى حتى إذا أتى يا أهل قرية قوله تعالى أما الجدار فكان لغلامين يتيبين في المدينة الكلمتان مترادفتان ولذلك ربنا جل جلاله يسمي مكة قرية مع كونها مدينة كبيرة يقول كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ويقول لتنذر أم القرى ومن حولها واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر هي حاضرة ولكن سماها الله قرية وهذه الآية أيضا تدل على أن اللفظتين مترادفتان عمر أنيس يقول هل العمل مع شخص يقول إنه مسلم لكنه لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويزني جائز أم حرام إذا كنت تمارس عملا في ذاته مباح فما في إشكال إن شاء الله وصاحبك هذا تعاهده بالنصيحة نصيحة